تعد الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية من الإدارات التي يبرز دورها بشكل كبير خلال إجازة عيد الفطر السعيد الإدارة العامة لأمن المنافذ تعمل جاهدة وفق الخطط الموضوعة على تسهيل إجراءات عبور وحركة المسافرين عبر منافذ المملكة أثناء إجازة العيد تعمل الإدارة العامة لأمن المنافذ على وضع الخطط والترتيبات والاستعدادات كما تؤكد على جهزية منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية لاستقبال ومغادرة الزوار خلال إجازة العيد وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمنفذ بهدف تقديم أفضل الخدمات للمسافرين لضمان سهولة وسلاسة الحركة في المنافذ وإنهاء إجراءات المسافرين بالسرعة والكفاءة المطلوبة كما تولي الإدارة أهمية في تقديم التسهيلات اللازمة لضمان إنسيابية حركة المسافرين بمنافذ المملكة وتجهيز القوة اللازمة لاستيعاب كثافة حركة المسافرين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والسلامة العامة وهكذا تنهض الإدارة العامة لأمن المنافذ من خلال مديرياتها العاملة بمسؤوليات مهمة وواجبات رئيسية في سبيل أمن وسلامة المملكة وذلك ضمن منظومة أمنية شاملة هدفها حفظ أمن الوطن وحماية مكتسباته اشتركوا في القناة